بداية معالي الوزير اليمن يحوي 27 مليون نسمة من المواطنين اليمنيين 80% منهم بيعتمد على المساعدات من أجل البقاء على قيد الحيار ربما نتحدث عن 58% لا يحصلون على مياه نظيفة 52% من الشعب اليمني أيضا لا يجد مشفى يداوي جراحه وألامه بشكل عام إلى أي متى سوف تظل حقوق الإنسان مهدرة بهذا الشكل وهل هناك أكثر من هذه حقوق مهدرة للشعب اليمني؟ أولا شكرا لك يا أختي العزيزة على تحت هذه الفرصة وأنا سعيد أن أكون معكم اليوم للحديث فعلا على الملف اليمني الذي هو فعلا ملف معقد بل شديد التعقيد يمكن أن نقول عليه اليمن منذ 2011 كانت مرت بعزمة سياسية جيء على إثرها المبادرة الخليجية في 2012 على أساس ترعى عملية التحول السياسي في اليمن بشكل سلمي ثم دخل الجميع من خلال المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية بما كان يسمى الحوار الوطني الشامل والذي تم جمع مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية اليمنية على مائدة حوار واحدة استمر هذا الحوار لأكثر من عشرة أشهر أفضى هذا الحوار إلى مخرجات حوار ثم مخرجات الحوار هذه التي توفق عليها اليمنيون صيغت من خلال لجنة تشمل مختلف الطيف السياسي اليمني في مسودة مشروع الدستور وحينما جئنا إلى اللحظة النهائية لتحويل هذه المخرجات إلى دستورا يرعى عملية ويؤسس لحقبة جديدة ومرحلة جديدة من التاريخ اليمني تفاجئنا بحصول انقلابا شاملا عسكريا على الدولة وعلى الشرعية وتم احتلال مؤسسة الدولة في 21 سبتمبر 2014 استمر اليمنيون حوالي ستة أشهر يقاوموا لوحدهم هذه الميليشيات ميليشيات الحوتي وكان حينها صالح يدعمهم بشكل أو بآخر استولت على كل مؤسسة الدولة استولت على مخازن السلاح والصواريخ اليمنية ثم دخل اليمن إلى حقبة وعاد إلى الوراء من جديد في مارس 2015 كان هناك تدخل التحالف العربي بناء على طلب من الرئيس اليمني لينقاذ اليمن بعد أن كانت إيران تقول أن العاصمة العربية الرابعة وهي صنعاء قد تحولت إلى الفلك الإيراني هنا دخلنا مرحلة أخرى من الصراع ومن الحرب والتي منذ مارس ودخول التحالف العربي استطعنا تحويل 80% تقريبا من الأرض اليمنية وتحريرها والصراع لا زال مستمرا والإزمة الإنسانية التي أوجدتها ميليشيات الحوثي لا زالت للأسف مستمرا إذن مع الوزير هل تتفق مع الرأي الذي يقول أن الصراع الدائر الآن هو ليس صراع يمني يمني إنما هو صراع يمني إيراني وما هي دلالات ذلك إذن؟ طبعا ميليشيات الحوثي كانت عبارة عن فصيل صغير للغاية عدد مقاتلهم لا يزيد عن 20 إلى 30 ألف في بلد مسلح والذي من قبائل كثيرة أكثر من 27 مليون يعني 20 إلى 30 ألف ولا شيء لكن كان هناك فعلا دفع خارجي بشكل كبير وكان هناك توجه لدى القيادة السياسية أن هؤلاء لماذا لا نشركهم في العملية السياسية حتى يتخلوا عن العنف ويحققوا أغراضهم وأهدافهم بالوسائل السياسية المشروعة ولذلك تم إعطائهم حصة أكبر من حجمهم بكثير في الحوار الوطني وشاركوا في صياقة مخرجاته وبالتالي هم كانوا جزم العملية السياسية إلا أن الطرف الخارجي الذي كان يدفعهم لتحقيق أجندة وهي إيران دفعت بهم خارج السرب اليمني وذهبوا بحوالي 10 من الأطقم العسكرية إلى عمل مناورات على حدود الأشقاء في المملكة العربية السعودية بنوع من الاستفزاز طبعا بعد سيطرتهم في سبتمبر 2014 على العاصمة الصنعاء ومؤسسات الدولة تفاجئنا أن هناك فتح للخطوط وعلاقات مع إيران وأكثر من 12 رحلة طيران أسبوعية ولا توجد جالية إيرانية في اليمن ولا جالية يمنية في إيران فما الذي كانت تحمله تلك الطائرات كل تلك المؤشرات أكدت أن اليمن ذاهب بقوة نحو الاستقطاب الإقليمي الذي تقوده إيران وكان سيشكل ليس خطرا بالمناسبة على اليمن فحسب بل خطرا على الجزيرة العربية لأن اليمن تعتبر البوابة الأساسية للجزيرة العربية عبر التاريخ ولذلك كان لابد للتحالف العربي أن ينشأ ولابد للعرب أن يتقدموا لأنه إذا لم تقم اليوم الأدوى العربية بالدفاع عن اليمن وتحولت هذه المساحة الجغرافية الاستراتيجية بيد طرف غير عربي سيكون عامل مهدد بكل تأكيد للأمن القومي العربي ولذلك حصل التحالف العربي ونحن الآن في السنة الرابعة منه